نسبة باع الرئيس خلينا انتقل بحضراتكم اهلا بيكم والاستمرار زي ما وعدناكم في قناة الحياة وزي ما وعدتكم في الحياة اليوم انا متابع الانتخابات بقى لان انا معاكم في الانتخابات بقى هنتابع حاجات لطيفة هنا وهنتابع ماذا يحدث هناك وإيه اللي بيتقال وغيره وغيره لما احنا اتكلمنا بالامس الحقيقة وقلنا وطرحنا حتة ان في عشرين يوم لعمل التوكيلات عايز اقولكو ان السفارات المصرية ايضا في الخارج فتحة وقالت للناس واعلنت عن التوقيتات والايام تعالى اعملوا التوكيلات خدوا بالكو حتى الان دا مش تصويت يا اخوانا دي التوكيلات اللي انت بترشح فيها او بتؤيد ترشح شخصية بعينها في الانتخابات بتاعة الرئاسة القادمة نهاردة الهائة الوطنية للانتخابات حددت خمستاشر رمز انتخابي لمرشحي الرئاسة واللي حيستخدموها في الانتخابات ونشرة الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وتضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد التخصيص للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المادة الاولى من القرار بتقول انه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لاي سبب من الاسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح وفي عالة عدم قيام احد طالبي افراد حد ما طلبش الترشح باختيار رمز انتخابي الهيئة هي اللي لازم تختار له رمز انتخابي من بين الرموز المتاحة وتضمن جدور الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والاسد والحصان والنصر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلة